اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر طبعاً سأقوم بعمل ثلاث مجامع التمرين في عشر عدات يمكن أن يكون الصعب على شيئاً معينة لا يمكن أن تقوم بعمل الأرض من غير استخدام الكلاسي طيب أنا حاول برضو أستخدم أن أشغلت التمرين السدر عضلة السدر و عضلة الطراء في تمارين تاني هستخدمه كرس واحد بس اللي معايا يبقى ورايا اسمو ديبس ايدي الاثنين على الكرس دايقين بمستوى كتفي تاني يجلى شوية واحد دين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة تمرين زي دا جماعة يعمل عضلة الطراء وفي نفس الوقت تستخدم برضو جزء من عضلة السدر حسنا نشوف الوقت الثالث هنبعد الكرسين عندي خالص دا بقى من غير اي امكانيات بطلع ايدي قدام بقى مستوى كتفي يجلي ورا طبعا الهبس تقى فوق وبنزل براسي على القابل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هتلقى الحمل الجسم كله على عضلة الكتف تمانية تسسعة عشرة تمرين دا برضو يا جماعة هنحمل ترات مرات في عشرة عدات دا برضو بيستعد في عضلة الكتف هنبعد الكاش نغنى على الصدق عضلة الكتف ممكن ناخد تمانين برضو رابع على عضلة الرجلين نريح بالقابر قليلا تعالوا نشوف الوقت بتاع الجلين بقى عامل ازاي سكوات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسسعة عشرة انا بعمل سكوات ولما بجرى افتح الجلي يمين او الشمال عشان شغل كمان عضلة الضم طبعا باخد رست بعمل التمرين ثالث بس دا في فتنس اكتر وبالشغل جميع اجزاء الجسم وده اللي هنختم به الحلقة بتاعتنا النهاردة هنعمل مونت كلامبر مع جومبينج سايد وبعاكية نعمل مونت كلامبر تاني تعالوا نشوف مع ابا يلا نبدأ كده واحد اتنين تلاتة اوكي واحد اتنين تلاتة اوكي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اوكي كده في حاجة ناصلنا ممكن نعملها لو احنا عندنا امكانيات احنا لو عندنا مكان نعمل في عقلة واحنا كده استخدمنا كل عضوات الجسم في بري وكاوت على البحر من غير اي امكانيات نهدا كنا معاكم النهاردة في حلقة مميزة جدا ونبتش ووركاوت مع كابتنا موت فوكس انه دلقاء معالي السلامة